ترابه الوطني اتخوا الله في الوطن انطلقوا من أمومه وبشاكله الرهان ينبغي أن يكون على الشعوب نتطلعوا إلى مشاركتكم في حلقة عامة تتعلق بالمستجدات التي يعيشها مجتمعنا والعالم العربي أجمع انتظرونا يوم الخميس الساعة الثامنة والنصف وعلى الهواء مباشرة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين في الحلقة الأولى من برنامج ما بين القانون والسياسة نستضيف دولة الأستاذ عبد الرؤوف الروابدة وفضيلة الشيخ حمزي منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي وهما قطباني من أقطاب المرحلة أهلا وسهلا دولة أبو عصام وبكم أهلا وسهلا رضي لتشيخ دولة أبو عصام العالم العربي يغرق تحول الدحنون في الربيع العربي إلى دم ينزف ليلة نهار هل نعيش الزمن الصعب كيف ترى المشهد القادم من فضلك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بداية السؤال كبير وواسع ولكنني أرجو أن أجزئه بداية نحن استشرفنا الربيع العربي وتصورنا أنه ميدان للخلاص والربيع العربي جاء نتيجة ظلم ودكتاتورية وفساد شاع في مؤظم الدول العربية وكانت قسوة الربيع إذا استمرنا نسميه الربيع تعتمد على درجة الدكتاتورية والظلم وحرمان الإنسان من حريته وكرامته وعن درجة الفساد ولذلك كانت تحدث في الأوطان صور مختلفة أحيانا انفجارية تؤدي إلى القتل والدم وأحيانا تكون حراكا يطالب بالإصلاح وكان الأمل أن القوة الشعبية تستشرف الذي يجري وبالتالي تصنع توافقية عامة لأن الربيع العربي كان يعتمد على جانبين على الحكام ومدى تلبيتهم لمطالب الشعوب ومدى قدرتهم عن أن يستشرفوا المستقبل ويقودون هذه الشعوب إلى مصالحها المستقبلية في عصر يتميز بالوحدة القطبية وفي الوقت نفسه الشعوب وقواها الفاعلة وبالتالي حركاتها الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أن تكون قادرة على استعاب المرحلة وأن تؤمن بأن الإصلاح التدرجي لا يمكن أن يأتي خطوة واحدة لأن مطالب الخطوة الواحدة قادتنا إلى ما نراه الآن من صراعات في الدول التي شاهدت هذا الحراك العربي الكبير أنا تصوري أن الأمور تبشر بالخير هي الآن في مرحلة الشدة لقد استقوت قوة على قوة أخرى في المجتمعات وظن البعض قدرتهم على التغيير ليس لها حدود الآن بدأ يتضح للكل أنه لا يمكن أن نصل إلى نموذج مثالي للحكم أو نموذج أقرب ما يمكن إلى المثالية إلا بتوافق من كل القوة والتوافق يعني تنازلات مشتركة لا يجوز أن ننطلق كلنا من نقاط أساسية من البداية إما أن تكون معي أو أن تضدي أنا أتصور أن الظروف التي نراها ستحتاج إلى مدة معينة من الزمن حتى تستقر طيب فضيلة الشيخ يعني سؤال يفرض نفسه المشهد السياسي الآن ما يحصل في العالم العربي ما حصل في سوريا ما يحصل الآن في مصر هل ترى بأنه قسم القوى الوطنية قسم الإخوان كيف ترى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بداية أنا أود أن أؤكد على أن ما يجري في الوطن العربي هو تعبير عن حيوية هذه الأمة هذه الأمة أمة الخلود كثير من الأمم سادت حضاراتها ثم بادت هذه الحضارات الأمة العربية والإسلامية يعتريها الضعف كما يعتري غيرها من الأمم والأمم تضعف كما يضعف الأفراد أيضا لكن هذه الأمة لديها قابلية للنهوض هذا النهوض الذي اصطلح على تسميته مؤخرا في الربيع العربي أنا أعتقد أن الفهم أولا ولذلك نحن في الحركة الإسلامية تعودنا أن نقول الفهم يتقدم على الإخلاص يتقدم على الشجاعة يتقدم على كل شيء لأن فهمك للواقع فهمك لإمكاناتك فهمك للظروف المحيطة بك حقيقة ينبغي أن يتقدم على كل الاعتبارات بعض الناس كانوا يظنون أننا بمجرد سقوط نظام في بلد ما أو رأس النظام في بلد ما يعني أن هذه الأمة استعادت عضورها الذي طالما بشر به المفكرون ولذلك أنا أقول علينا أن لا نسرف يعني في التوقعات وأنا أؤكد على ما تفضل به دولة الأخ أبو عصام حينما قال أن الثورات والتغيير لا تؤتي أكلها ولا تعطي نتائجها بين عشية وضعاء هناك إن لم يكن قرون فعقود عقود من التخلف عقود من الاستبداد وهناك مصالح ومراكز سأنهي بجملة ثم آتي إلى سؤالها حقيقة أن هناك مراكز قوة في الداخل وهناك أيضا قوة ذات مصالح في الخارج هذه لن تسمح لك أن تتمدد كما تريد وأن تعمل كما تريد ولذلك ينبغي على دعاة الإصلاح على دعاة التغيير على دعاة استئناف الدور الحضاري لهذه الأمة أن يأخذوا كل هذه الأمور بعين الاعتبار تقول لي قسمت أو ما قسمت أنا أقول للأسف أنها أوجدت حقيقة فتور في العلاقات وربما نوع من الإنقسام حتى بقينا متفقين لما قامت يعني الثورة في تونس في مصر في اليمن ظل الناس متفقين حينما وصل الأمر إلى سوريا بدأ هناك خلاف بين تيارات سياسية تعمق هذا لاحقا بعد الإنقلاب الذي شهدته جمهورية مصر العربية بعد 30 يونيو أي في 3 تموز نعم هناك ينكم يا فضيلة الشيخ لا يعني يبدو أنه أنت ودولة بعصام متفاعلين كثير لكن ألا تعتقد بأنه كل ما يدور الآن في العالم العربي هو لصالح إسرائيل سوريا دمرت مصر أصبحت منهمك بالداخل قضية الفلسطينية أصبحت في الدرجة العاشرة أليس كذلك دولة بعصام شكرا يعني ظاهر الكلام ما قلته صحي لكن دعنا نقول ما يلي أن الأمة في حراك ولن تصل إلى ما تريده إلا بين عشية وضحاها اللي قالوا سيد الشيخ في قوة داخلية وقوة خارجية تتعامل مع الواقع الذي حدث أنا لم أكن أتصور يوما ما أن الحراك الذي حدث في الربيع العربي كان موح به من أي جهة كان انفجارا ذاتيا من شعوب تعرضت للظلم وتعرضت للفساد والحرمان من الحقوق والحريات والتنمية لكن القوة الأخرى لن تسمح لمثل هذا الحراك أن يستمر دون أن تضع يدها عليه لأنها تريد أن تعرف النتيجة أن تكون لصالحها وأن لا تكون ضدها كل الذي جرى في العالم العربي منهيار هذه القوة وبدأ في مصر بكام ديفيد والعراق بعد ذلك بتدميره بعد احتلال الكويت والآن في سوريا صحيح هذا ظاهر الأمور كلها لمصلحة إسرائيل يعني دولة بعصة بدأ ربيعا وانتهى سقيعا اللي بتحكي وارد ليس كل شيء خيرا أنا بقول إذا وصلنا إلى الديمقراطية الحقيقية وهي التي تأتي على فكرة بعد ذوبان الواقع اللي منعيشه الآن الديمقراطية الحقيقية اللي بتأطي الناس حق الرأي فيها هذا لا تصل له بين يوم وليلة وأنا بأعتقد الحدث وعى حركاتنا الحزبية وعى حركات مجتمعنا المدني أن يظلوا يتكلموا بالنظريات المطلقة وباليافطات المطلقة ما عدى ذلك صالحا لهذا الزمان عليك أن تنزل لحكاة سيد الشيخ تنزل إلى أرض الواقع تتعامل مع ما يحدث على الأرض يوما بيوم واللقاء بين جميع القوة وعمره ما كان اللقاء بالاتفاق على كل الأمور اتفق على الحد الأدنى منها عندها أنا بأعتقد هذه الأمة ستشهد مزيدا من هذه الانهيارات لأنه ما نعرف يوما ما في الانهيارات أنها تقف وترجع إلا بعد الوصول إلى نهاية الطريق وقد تحتاج إلى أجيال ولذلك علينا أن نركز في هذه المرحلة حزبيا ومؤسسات مجتمع أن نركز على إيجاد القواسم المشتركة وهي كثيرة بين شعوبنا لسوء الحظ أن كل مننا في هذه القوى تبنى مواقف مسبقة من أي حدث فبدأنا ندفع الثمن المواقف كانت في مصر شكل أنا بحكي عن مواقف الدول الأخرى العربية الشعوب المواقف في سوريا شكل آخر المواقف ما يحدث في ليبيا ومستمر وما يحدث في تونس إذا ما يقدر كقوة حزبية أن تقف وتتفاعل مع بعضها ولا تتناقض وأن لا يصبح صراعها مجالا لتحويل الربيع إلى سقع وهذا يدفعنا يعني الوصول إلى قواسم مشتركة معادلة حقيقية وقبول بالآخر يدفعنا إلى أنه ننتقل للساحة الداخلية نسأل فضيلة الشيخ أنتم كحزب جبهة العمل الإسلامي أو جماعة الإخوان دورة بعصان بقول على جميع القوى الحزبية والقوى الوطنية بمعنى أن تتوصل إلى قواسم مشتركة إن لم تتوصل إلى قواسم مشتركة لن يكون هناك أي توافق أنتم رفضتم الدخول في الانتخابات النيابية ورفضتم الدخول في الانتخابات البلدية هل لديكم تصور لقانون انتخاب جديد مثلا هل ترى بأن مقاطعة الانتخابات هو عمل ديمقراطي يعني حتى لا يصاب يعني المواطن بالإحباط ولسيما حضرتك تتكلم أنه قد نحتاج إلى أجيال حتى نحقق الإصلاح الذي نريد أود أن نؤكد أن الأمور بما آلاتها وليس بما تراه العين حاليا إذا كسرت إرادة الشعوب استسلمت الشعوب صحيح أن الأمر في صالح الكيان الصهيوني والمشروع الصهيوني الأمريكي لكن الشعوب لم تستسلم أنا حينما أنظر إلى الشعب السوري شعب السوري فاجأ الدنيا كلها هذا الشعب الذي دفع الضريبة عالية عام 82 ينتفض الآن من أقصاه إلى أقصاه ودفع ثمن أغلى ثمن يمكن في الدنيا 110 أو 120 ألف قتيل هذه الأرقام التي يعني يتحدث عنها بشكل رسمي أنا أود أن أطمئن حقيقة المواطن الأردني بشكل خاص والمواطن العربي بشكل عام أن إرادة الأمة لن تنكسر بإذن الله عز وجل وأنا المستقبل لهذه الأمة أعود حقيقة معنا إتصال معلش تفضل خذ راحتك معنا إتصال من الأخ محمود الشبلي العبادي تفضل أخ محمود سؤالك مساء الخير مساء النور بدي بس أشارك بالبرنامج تفضل أهلا وسهلا يا سيدي مساء الخير تفضل أهلا وسهلا مساء النور مساء الخير لدولة أبو عصام مساء النور دولة أبو عصام أنا من الناس اللي بعتز بيك كشخصية أردنية السلام وبتمنى منك يا دولة أبو عصام أنك تحط النقوات هالحروف بالحلقة هاي ألو نعم شامعني دولة أبو عصام شامع شكرا شكرا بس إحنا الآن عم نحكي عن الحروف بعد النقاط مجدورها